اشتركوا في القناة للأسف الفنان جورج واسوف زعل جمهوره ومحبيه بس مش منه دعليه لان حالته الصحية مش كويسة خالص في الفترة الأخيرة شفناه في أكتر من مرة وفي أكتر من مناسبة كان تعبان ووضح عليه قوي علامات التعب لدرجة ان في ناس قالت ان خلاص جورج واسوف توفى وطلعت شائعات كترة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عن وفاته والشائعات دي زعلته جدا طب يا ترى ايه سبب اللي حصله ولي حالته الصحية كده ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة لكن كل اللي طلبه منك انك تضغط اللايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس بكل الاشعارات وتصالي على سيدنا محمد في خانة التعليقات مواقع التواصل الاجتماعي اتملت باخبار بتتكلم عن الحالة الصحية للفنان جورج واسوف وعن اصابته بالشلل والامر ده صدم الناس كلها وخلى الناس كلها في مواقع التواصل بتتكلم عن حالته الصحية جمهور الفنان جورج واسوف قاله انه تصب الشلل وانه مش قادر يمشي لدرجة ان جورج واسوف وصل مطار القاهرة على كرسي متحرك وما كانش قادر يمشي كان بيسسند على زميله لانه مش قادر يمشي وحده كمان جورج واسوف ظاهر على كرسي متحرك وحواليه معجبيه اللي كانوا مستنيينه في المطار وفعلا رحبوا به اول لما وصل مطار القاهرة الدولي واهدوا ليه بقى من الورود وشاركوه في غناء اغنيته الشهيرة اللي بتحمل اسم يا بختك يا لصاح الليل كمان الفنان جورج واسوف حابب اقولكم انه فنان محترم جدا لانه في مرة من المرات قال انه مستعد ان يعمل حفلة في المناطق الشعبية في مصر وانه بيتضامن بشكل كبير جدا مع المناطق الفقيرة وانه جاهز في اي وقت انه يعمل حفلة فنية للناس الشعبية ومحدود الدخل الموجودين في مصر وقال انه متهاون لابعد الحدود مع ظروف الناس دي الفنان جورج واسوف وصل مطار القاهرة وكان ظاهر على كرسي متحرك وزي ما قلنا لحضراتكم ان كان حواليه محبيه وجمهوره اللي اهدوله بقاة الورود جورج واسوف بيحب مصر اوي وقال انا بغني مصري على طول لكن مش بعرف اتكلم مصري اوي بتكلم مصري قليل شوية وباجي مصر حسب الوقت اللي ببقى فاضي فيه انا عندي اقامة في مصر وبتمنى ان اجي اعمل حفلات في مصر كمان جورج واسوف قال ان مصر بتعني لكل شي وانه كبر على اغاني العمالقة وجمهور بصر بيحب من قلبه عشان ما اتكرراش نفس الكلام ونفس الحك المحبش اكرر نفسي بغني العاشق بغني الغلبان بغني الفائد حبيبه بغني الابن مسافر بغني اللي المتقاطب هو ومراته وحبيبته هو يعني بغني كل الناس ومغني بإحساس كاني انا كاني انا بكانه جورج واسوف قال ان الجمهور المصري ما بيعرفش يكذب او يجامل حد وان 90% من ارشيفه ارشيف مصري واغنية حلف الامر بتطلب منه في كل الحفلات وكشف جورج واسوف في تصريحات تلفزونية سابقة عن امكانية اعتزاله الغناء في المستقبل بسبب ظروف حالته الصحية اللي بيمر بيها وقال جورج واسوف ربنا خلقني علشان اغني وانا مستمتع بكده ومش هاعتزل خالص وفي حد قال لي روح موت او انتحر طول ما ربنا مجدين الكدرة انا مش هاعتزل وانا بغني للعاشق وللغلبان وللي ساب حبيبه واللي مسافر ولكل الناس وبغني باحساس كأن انا مكانه والجمهور هو كل حياتي الفنان جورج واسوف طم من جمهوره على حالته الصحية بعد الاخبار اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ان جورج واسوف هيعمل عملية جراحية خطيرة وده اللي تسبب فقال الجمهور عليه الفنان جورج واسوف قال ان حالته الصحية كويسة وانه عمل عملية فاحباله صوتية قبل كده واللي عملها له الدكتور جهاد خوري وان العملية تمت بنجاح والحمد لله لكن احدى المتابعات قدمت له نصيحة وقالت له يا استاذ جورج من فضلك خد وقت للراحة والاستجمام على قال لتقدير علشان احبالك الصوتية ما تتأسرش لان العملية بتاخد حوالي شهر جورج واسوف ابتدى يتعرض لاصابات شديدة والازروف صعبة جدا من سنة 2000 ملدية واصيبة بمرض نادر ادى الى تأكل عظام الفغذ وخضى على اسر ذلك لتدخل جراحي علشان يستبدل عظمة الفغذ والرجل وده نفس المرض اللي تكرر له خلال خمس سنوات للأسف يا جماعة دمشي الازمة الوحيدة اللي تعرض لها الفنان جورج واسوف ده قبل كده اصيبة بالسرطان وبدأ بعد سنة ونص من الصراع مع السرطان انه يتعافى بشكل تدريجي من الاصابة بالسرطان لكن للأسف بعدها اصيبة بسكتة دماغية اتسببت له في الشلل في الجانب الايسر من جسمه سنة 2011 كمان الفنان جورج واسوف صدم الجمهور باطلالته في حفل جدة الاخير في المملكة العربية السعودية لانه ما كانش قادر يمشي وكان بيسند على عكاز وهو واقف على مسرح ليالينا بنشمارك وده اللي خل الجمهور يقلق اكتر على حالته الصحية وكان واضح علامات الكبر وزيادة الوزن على الفنان جورج واسوف وهو بيغني في السعودية الفنان جورج واسوف ليه متابعين كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو بيحاول انه يتواصل معاهم بشكل مستمر من خلال الحسابات المؤسقة ليه في كل مواقع التواصل الاجتماعي لانه فنان محبوب ومميز ولشعبية كبيرة في كل بلدان العالم خاصة وانه بدأ الغناء في سن صغيرة وحصل على لقب سلطان الطرب وصوته بيحبه جميع الفئات العمرية الفنان جورج واسوف عن سبب اللي تظهوره في وسائل الاعلام قال انه مش بيحب يكرر نفسه ومش بيحب يكرر نفس الكلام في كل برنامج علشان كده هو مش بيظهر بشكل كبير في وسائل الاعلام وقال جورج واسوف انه مش ضد اغاني الشباب اللي طلع جديد وانه مع كل حاجة جديدة وانه بيحاول يعاصر الشباب ان لو معصرهمش الجلدة هتبقى مصيبة الفنان جورج واسوف قال انه عيلته كلها بعيدة عن الفن وعن الاغاني وانه اخواته كمان ملهمش في الاغاني وانه هو الوحيد اللي ترك البيت وهو صغير ورح يغني وانه والده كان بينده عليه باسم ابو علي وانه كان شائقوي في مرحلته الطفولة لكن كان بيخاف من اي حاجة فيها ازا وكان بيحب الشقاوة واللعب وانه ربنا اداه علشان يفرح اهله وانه دلوقت بيدلع احلى دلع من الجمهور وربنا بيديله كل حاجة واعرب جورج واسوف عن ساعاته الكبيرة باستقباله في كل مكان بيروح فيه وانه بيروح الحفلات علشان يفرح ويفرح الجمهور وقال جورج واسوف استقبال الجمهور بيفرحني وبيغزيلي قلبي وحياتي وكمان الجمهور كل حاجة بالنسبالي وان اولاده اصبحوا شباب وكل واحد مشغول بعمله من نهاية الفيديو ووضحنا لكم حقيقة الحالة الصحية للفنان جورج واسوف ادعوه بالشفاء العاجل هو وكل مريض يا رب اشكركم جدا على حسن المتابعة استنونا الفيديوهات القادمة باذن الله والسلام عليكم